متوازي جدا مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص زاوي العقب فده فخر المصر بصراحة في وسط العالم العربي من أقوى القوانين اللي خرجت لحقوق الأشخاص زاوي العقب دعونا نعرف الناس على الملامح العامل هذا القانون يعني هو لما نيجي نفكر في حقوق الإنسان وهو ده الحقوق بتاعت الأشخاص زاوي العقب بس احنا كل حكاية بنحط تحتها سطرين فالحق في الصحة إن بقى زمان مثلا كان التفل بيبقى تابع أسرته في التأمين الصحي لغاية سنة أربع سنين وبعد كده لما بيخش المدرسة طب الولاد اللي ما بتخشش المدرسة ما بيخشش تأمين الصحي بتاع المدرسة هاي يحصل إيه؟ دلوقتي لا الأشخاص زاوي العقب ليهم تأمين صحي مستمر من ساعة حدوث العقب سواء العقب كانت ساعة الميلاد أو اكتشفوها بعد كده أو كانت نتيجة لأي حادث أو مرض تاني حاجة الحق في تعليم بقى فيه دلوقتي تعليم للأشخاص زاوي العقب البسيطة ليهم حق في الدمج في التعليم في المدارس وكمان فيه التربية الخاصة كده اتفتح ليها مكان يعني اللي كانوا في التربية الخاصة جزء تحول للتعليم النظامي وبقى فيه مكان أكتر في التربية الخاصة يبقى بدل ما كنا بنوصل لتلاتة المية من الأولاد زاوي العقب اللي في سنة المدرسة إن شاء الله نوصل لعدد أكتر التربية الخاصة أو التربية الفكرية حضراتكم إيه علاقتكم بهذه النواية من المدارس حضرتك إحنا مش جهة تنفيذية يعني إحنا كمجلس مش جهة تنفيذية المدارس دي تحت وزارة التربية والتعليم وتربية الفكرية هي جزء من التربية الخاصة تحتها التربية الفكرية مدارس الأمل اللي هي لضعاف السم واللي عندهم فقد للسماء ومدارس النور اللي عندهم فقد للبصر يعني أو بصرهم الضعيف فالمدارس دي كلها تحت التربية والتعليم مش إحنا كمجلس دورنا إن احنا بنساعد في خروج التشريعات بتساند حقوق الأشخاص ذوي العاقة بنتابع تنفيذ على الأرض لأن الأشخاص ذوي العاقة بيحصلوا على حقوقهم بنساند كخبرة في إن كل الجهات المنفذة لو محتاج أي مساعدة في طرق التنفيذ وإزاي تتنفذ بنقول لهم إزاي تتنفذ اشتركوا في القناة